هذا الصباح إذن هو يوم جديد للتفاؤل والأمل وهذه تحية من دبي لكل الدنيا يقال الحياة سؤال صحيح مهند ونحن نقلب وجهات النظر نتعمق اليوم في الإجابة عن هذا السؤال أهداف الحياة بين الجدوى والعبثية متى يجب الاستمرار ومتى يجب التوقف في الوضع الطبيعي يفترض في كل إنسان أن يملك أهدافا حياتية واضحة يصير وفقها ويسير بها حياته لكن السؤال المهم الذي يجب التفكير فيه بجدية وتركيز هو كيف نضع قائمة الأهداف بفعالية وجدوى واتضاح الرؤية وأيضا ما حدود ما نحتاج من واقعية وحالمية ثم لاحقا كيف نشق الطريق ونتولى تسيير الأهداف بعزم وتصميم لكن في نفس الوقت بحيث تكون لنا حكمة التمييز طبعا بين استحالة تحقيق الهدف وبين الطريق الخاطئ إليه وبحيث تكون لنا شجاعة القدرة على ربما تغيير خارطة الطريق نحو الهدف وحتى متى التخلي عنه كليا متى ما وجب ذلك لتبادل وجهات النظر حول الموضوع معنا السيد محمد الطيب مدرب حياة أهلا وسهلا سيد محمد كيف الحال الصباح الخير أهلا وسهلا طيب بلش مهنات نبلش هو السؤال الأهم الكل دايما بسأله كيف واحد بحدد أهدافه سؤال مهم كتير طبعا بس خلينا نرجع لورا شوي قبل موضوع إزاي أحدد هدفي خلينا نقول اللي بيتفرج علينا نوع من ثلاثة يا إما شخص مش عارف هو عايز إيه في الحياة وعايش بيحاول إن هو يلاقي فرصة يفكر هو عايز إيه عايشت أيه أما الثاني الصنف الثاني اللي عايش معنا هو شخص عارف هو عايز إيه بس مش عارف الطريق مستني حدي يوريه له الطريق شوية كده بتورش أو بلايت عايز حد يقوله يمين شوية أو شمال شوية شوف أي حاجة من خريطة الطريق اللي حدد كنت بتكلمي عليه تالت واحد هو شخص عارف هو عايز إيه وحدده ووصله والأهم إنه إزاي يستمر ويعلى وعلى فكرة ده أهم واحد حتى لو كنت وصلت الهدفة ده مش آخر المطاف صحية فالتلاتة أي حد بتفرج علينا عايش حد من تلاتة يا إما مش عارف الطريق يا إما عارف أو مش عارف هو عايز إيه التاني عارف هو عايز إيه بس مش عارف الطريق والتالت وصل طيب سيد محمد ماذا عن يمكن صنف رابع لست أدري الموهوم بأنه هو عارف ما يريد ولكن في الحقيقة هذا الحلم أو هذا الهدف ما بناسبه أو ربما ليس ما يريد في الحقيقة وهو ده اللي احنا هنرجع له الورا شوي هو ده السؤال بالزبط السؤال هو أنا عارف أنا واقف ثين قبل محدد أنا رايح فيه النهاردة قبل ما جيلكم لو أنا كاتب على الجي بي أس المكان عندكو أول حاجة هتجيبها لي الجي بي أس مش تلفزيون دوي أول حاجة هتجيبه لي الجي بي أس مكاني لو مجليش مكاني هيعود الساتيليت يلف ولي كارنت لوكيشن نقفاوند تمام؟ فالنهاردة الموضوع مش موضوع الهدف الموضوع نواقف ثين لإني ممكن أكون موهوم أحط هدف أكبر مني ما وصلوش وحبط أو أحط هدف أقل ووصلوا ما بقاش ساتسفايد أو مبسوط أو مشبع فبالتالي بحبط فكرة أنا ثين وعلشان نعرف أنا ثين ده محتاج أوريدي شغل قبل محدد أنا رايح ثين فيبقى الموضوع النهاردة هنتكلم أكيد على حتة الهدف يبقى نبتدأ من أي خطوة صحيح هبدأ منين لازم أقيم حالي النهاردة في البداية حضرتك مهند بتتكلم قلت الحياة بتدور على سؤال وهو حقيقي إحنا بنفكر بالسؤال إزاي بنفكر هو سؤال وجواب إذا السؤال قوي فالإجابة قوية فالفعل قوي لو السؤال ضعيف فالإجابة ضعيفة فالفعل ضعيف فبالتالي السؤال الأولاني أنا فين أنا فين دي مش حتى واحدة مش أنا فين في الحياة الحياة بتقسم لستة أركان وقية الشق الصحي لازم أعرف أنا فين فيه لأنني لو عندي أهداف وقدر حققها وصحيحتي ما تودنيش أنا عندي مشكلة صحيح في ناس تقدر توصل اتنين الانفعالي أنا قد إيه قوي انفعاليا لأنها تضرب الحياة هتضرب وخلينا نكون وقفعين هل تقول الصحة النفسية هنا هنا الانفعالي الثبات الانفعالي الاموشن ستابلوتي نعم تمام تلاتة ماديا لازم أكون محدد أنا ثين ثلاث أربعة الشق العائلي لأن ساعاتنا بتسأل حد يقول لك تقول له أنت أخبارك يقول لك عملي ولا شخصي هما مش اتنين هما ستة بعد العائل الروحاني علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى أينما كنت والأخير رقم ستة أنا وضعي إيه في الكارير أو مهنيا فالستة أركان دول لازم أحدد أنا واقف فيه بعدها أنا أحدد على أهداف هنا بقى نبدأ نتكلم إزاي حدد الهدف وبرضو خلينا نرجع للسؤال لأن الموضوع السؤال ده كتير مهم هو أو قوة السؤال قوة السؤال علشان أحدد هدف لازم أسأل نفسي ثلاث أسئلة الناس بتقلق كتير أو بتحط بهم كتير في إزاي حقق الهدف ولكن هو مش دال مش دال مهم لو عرفنا ليه هنعرف إزاي وبالتالي السؤال الأولاني مش الهدف هو ناتج الهدف على فكرة الناس كتير لما بتيجي تكلم في هدف خلاص من كتر ما سهموا عن موضوع الهدف ومن كتر ما ما حققوش الهدف بقى عندهم مشكلة فبالتالي كلمة الهدف بدأت تدايقهم ولذلك اتغيرت لكلمة الأوتكم أو ناتج الهدف يبقى بالتالي السؤال الأولاني what do I want أنا عايز إيه لازم أكون محدد أنا عايز إيه اتنين والسر في اتنين السؤال الثاني وهو why ليه أنا عايز ده وهنا لو ما عنديش خمس إجابات قوية لليه أنا عايز الأوتكم يبقى بالتالي من الأول أنا عندي مشكلة وعلى ذلك ييجي ويسألونا هو أنا ليه ببدأ وما بكملش تبدأ وما بتكملش لأن الدوافع مش موجودة والدوافع دي دافع واحد one reason is not enough سبب واحد مش كفائي دافع واحد غير كافي مش هيوديك ليه لأ إن أنا زي ما بنقول ما بين الياس والياس فيه 30 نو نعم فلو قاعت في أول نو وقاعت في تاني أول نو هيتشديني الدافع تاني نو هيتشديني الدافع تالت شوية رابع مش هقوم ليه لا 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 عندك مطبات كثيرة كثيرة تابلنا فلا إلا هيرفعنا منها الأسباب مش الهدف فبالتالي لازم الأسباب تكون قوية محمد عندي صراحة تعليق صغير لأنه أنا لاحظت حتى واحد لو وصلت أهدافي الشخصية كانت غير أنه أحط الهدف وأمشي وراه كان هي الشغلة اللي هي ساعدتني شخصيا أكثر شي ساعدني لا الحال المادية لا الحال النفسية الانضباط صحيح الانضباط هو علمني كيف أوصل للهدف لأنه لو مثل ما قالت واحد مر مشاكل مر كذا بسي الانضباط بخليك دايما في الصبح وتعيد المحاولة مرة أخرى إلا هيخليك تنضبط السبب السبب هو إلا هيخليك تنضبط نعرف ناس كتير عايزة تضعف بقى لها عشر سيل لو راحت للدكتور وقال لها لو ما ضعفتوش هنشرق لكم هيضعف هو قاعد قبل ما يخرج ليه؟ لأن السبب قوي فالنهاردة الانضباط دا في الهاء اللي هو السؤال التالت أنا إزاي حقق دا إزاي حقق دا ما بشغلش بالي بي كتير لأن لو ليه إذا كان الزوايا هاوز إيزي لو ليه قوية إزاي دي سهلة نعم طيب سيد محمد بما أنه اتفقنا أنه يمكن بالأساس أو في البداية يجب أن أسأل نفسي أنا وين وماذا أريد ولماذا كل هذه الأسئلة بعدها نحدد الأهداف لكن أوقات بيكون في شيء واقعي أو متل ما ذكرنا وأوقات بيكون في شيء نوع من الحالمية خلينا نقول صحيح ما تعليقك على هذا الموضوع في يعني هل لا نحلم ولا شو الفكرة فيه استراتيجية معروفة ودايما متدولة اللي هي السمارت منها واحدة اسمها اللي هو اتشييفبل أو محقق صراحة أنا ضد النظرية هل يحد غير الحياة كان حلموا واقعي ما فيش كل اللي غيروا الحياة كان أحلامهم غير وقعية فغير الوقعية غير الوقعية في الطايم لكن مش في الحلم أيوة تمام كان الحلم كبير نحلم بقى بتغير يعني إزاي دايما كان يقولولنا الحلم لو ما بيحركش دمك ماهوش حلم بس هنا فيه نقلة ما بين الحلم والهدف لأن الحلم أو الأمنية أو الدعاء لازم يتحولوا الهدف بس عشان ما نصعبهاش على الناس علشان تتحول لهدف فقط تحطي لها أول حاجة تاريخ يبقى هنا الفرق ما بين الحلم أو الأمنية أو الدعاء والهدف فيه خطة التنفيذ خطة التنفيذ تبدأ بتاريخ نعم وهنا الوقعية في التاريخ مش في القوة الهدف نعم سيد محمد يمكن كنا عم نشوف تعليقات من بعض المشاركين في الموضوع على تويتر يعني في بعض الناس كتبين أنه أهدافي معظم أهداف تحولت إلى تسلل يعني بعض الفكاهة ليش برأيك كتير من الناس ما بيقدروا يحققوا أهدافهم يعني هل هل يفتقدوا لهذه الأمور أم كمان أنا بدي علق على شي أنت ذكرته أستاذ محمد أنه أوقات يعني إذا أنا حلمت كتير وكان في معطيات أو ظروف تقف عكس هذا الحلم نصاب بخيبة أمل كبيرة صحيح كيف نتعامل مع الموضوع هو مين من شئ يبقى عنده ظروف ما فيش حد ما عندهش الظروف وبالعكس ممكن تكون الظروف القوية هي الدافع أن أنا لازم أتحدد على حسب الانضباط الشخصي اللي كان مستر مهند بتكلم عليه وده مهم جدا اللي أنا أحط في دماغي لأن أنا من الأول عارف أكون واقعي جدا أن فيه تحديات هتقابلني ولو مش عايز التحديات أو مش عايز حد يكرهك أو مش عايز صعوبات ما تنجحش خليك زي من أنت تحر برد حرية بتاعتك ولكن فيه تلت مراحل لتحقيق الهدف مرحلة الأولى هو أن أنا أكون ديبندنت أنا معتمد على الآخرين مرحلة الثانية إن ديبندنت معتمد على نفسي والمرحلة الثالثة هي الأهم هي الانتر ديبندنت أن أنا أكون تيم ممبر مش حقق الهدف بشكل صحيح إلا ما وصل للثالث وما ينفعش أكون أن أنا معتمد على الآخرين واتحول أن أنا أكون تيم ممبر لازم يحدي بالمرحلة الثانية مثل ما توني روبينز بقول The secret of living is giving هي الحياة أنك تعطي بتكون مبسوط أكتر صحيح ولكن لازم وأنا بعطي أكون عندي المقدرة طبعا إن أنا برضو أشتغل على نفسي لما بنركب الطيارة وبيقول إن فيه ضق في التنفس لما بينزل التنفس أو كمامة التنفس ما بيدهاش للآخرين الأول أنا بأخذها الأول علشان أعرف أساعد فبالتالي مش هنزل أنقص حد وهو بيغرأ إلا ما أكون أعرف حول نعم سيد محمد نحن دهمنا الوقت سؤال بس بكلمة متى يجب التخلي عن الهدف ولا مرة كلمة كلمة واحدة نعم لما يكون الأسباب مش قوية أوكي أنا هيمنه موضوع الأسباب هو هذا المفتاح نعم وصلة الرسالة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك العفو شكرا سيد محمد الطيب مدرب الحياة على المعلومات شكرا جزيلا لك